المجمع المجمع محمد الشيخ طبعا السؤال ما هو جديد ولا الاجابة عليه سر انا قبل خمس ايام تقريبا طالع في جريت رياض وقلتها وقبل قلتها من نقل المباراة لجنة المسابقات انا بصفتي مدير ادارة الاعلام والمتحدث الرسمي تسلمت بيان نقل المباراة من عبد المجيد المنصور عضو لجنة المسابقات عرضت على رئيس الاتحاد في ذلك الوقت قصي الفواز اجاز نشر البيان انتهى الموضوع يسألوني عن هل وهل هذا يسأل فيها رئيس الاتحاد يسأل فيها لجنة المسابقات برئاسة ساد عاد البطي وبالتالي هذا اللي عندي تسلمت بيان وايضا حتى اضيف نقطة اللغة اللي ثار طلبت الادارة القانونية في الاتحاد السعودي مني اضاح حول الاليات اللي جرت عليها الامور في نقل المباراة الاليات الاعلامية وثبتت ان ما قمنا به كان القرار صحيح وبالتالي الكرة ان كان هناك كرة فيه في ملعب اخر انا جهة نشر لا اكثر ولا اقل طيب عموا انا بمشيها انا ما عندي تعليق عليه لانا ما يطرف ثاني يقدر دخل معك في جدال لكن اترك القرار لا اتمنى اذا كان في سؤال اذا فيه اي سؤال فرصة لعليها فرصة بو بدل لا 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 انا ما عندي اذا فيه اي سؤال بهذا الخصوص انا جاهز له لا 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 الا القضية مش قضيتي انا عارف فلان نطرح اكثر من مرة فحبنا ان نطرح عليك ونكمت القرار وجواضك جميل لا لا هي قضية راي عام او البعض يريد ان يصنع منها راي عام لان انا لما طلعت بعد ما اثيرت القضية اشعر ان قطعت الطريق عن من كان يريد ان يؤجج ويتهم الاتحاد فما ما عجبهم ان محمد الشيخ يقطع الطريق عليهم انا جاهز لاي سؤال في هذا الموضوع طيب تسلمت البيان لخصوص نقل المبرام لساعد بنجي المنصور وصادق عليه رئيس الاتحاد تم التثبت من الاليات التي تمت في النواحي الاعلامية من الادارة القانونية في الاتحاد السعودي وتم التأكيد على صحة ما تم بالديكيومنز وبالتالي انا على استعداد اي سؤال الراية بيضة